ملتقى العشائر السورية الذي نعقد في بلدة عين عيسى شمال محافظة الرقة السورية واعتبر أطخم ملتقى للعشائر السورية منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن أزعج العديد من الدول والقوى منها تركيا وإيران والنظام السوري وروسيا الخارجية الروسية عبرت عن انزعاجها من الملتقى في بيان أصدرته يوم الجمعة وادعت فيه أن الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها تتبع أسدوبا ممنهجا نحو تحقيق حل للأزمة السورية يهدف إلى ضمان وجود طويل الأمد لها في سوريا الخارجية الروسية زعيمت أن واشنطن قدمت الرشاوي للنواب الحاضرين معتبرة أن الملتقى يهدف إلى تقسيم البلاد وينتهك المبادئ التي تؤكدها الأمم المتحدة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية الوزارة ادعت أن هذا الملتقى يؤدي إلى دورة جديدة من توتر الأوضاع ويدمر الأساس الهش الذي يتيح تحقيق توافق وطني في الدولة السورية متعددة القوميات ويهدف إلى تقويض جهود الدول الضامنة لمنصة أستانا بشكل خاص الادعاءات الروسية تأتي بالرغم من أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي كان قد أكد في كلمته بالملتقى أنه لا يمكن حل المشاكل الموجودة في المنطقة عن طريق المصالحات معبرا عن استعداد قواتهم للحوار مع النظام السوري من أجل الوصول إلى حل الأزمة السورية مظلوم عبدي كشف من جهة أخرى أن هناك مفاوضات غير مباشرة بين قسد والدولة التركية وأنهم مستعدون للتفاوض وحل المشاكل العالقة عبر المفاوضات وبطرق سلمية لكن روسيا التي دعتها قوات سوريا الديمقراطية للعب دور في تقريب وجهات النظر بينهم وبين النظام السوري تحاول وفقا للمتابعين للشأن السوري الإبقاء على الوضع الراهن لإحكام سيطرتها والاستفادة من التوازنات والقوى المؤثرة في الأزمة السورية وبشكل خاص من الدول الإقليمية التي احتلت أجزاء من سوريا